الصراع للحرب اللي بتشعيلها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وبتحاول أنها توسع رقعة الصراع لأنها توصل لجنوب لبنان ووصولاً لليمن ده حيكون ليه أكيد تأثير سلبي على أمن واستقرار المنطقة كلها يعني جبهات بتفتح إسرائيل في أكثر من اتجاه تطورات أخيرة في الحرب على قطاع غزة وتطورات أيضاً على المستوى السياسي العالمي هنعرف تفاصيل أكثر مع ضفنة اللي منورنا في الستوديو دكتور طارق فهمي واستهد العلوم السياسية أهلاً بكتور محمد أهلاً بكتور محمد يعني متغيرات كتيرة هنعرف كده من حضرتك رؤيتك التحليلية لها أخيراً ما تقوم بإسرائيل بفتح جبهة جديدة في اليمن لأول مرة ضربة إسرائيلية أو القوات الجوية الإسرائيلية بتشن ضربة على ميناء الحديدة شايف هذا التطور إزاي وأثار وتدعياته على المنطقة هو طبعاً تطور نوعي بطبيعة الحال لكن هو لسه في المرحلة الأولى لأنه طبعاً كانت المواجهات بتتم من الطيار الحوسي على إسرائيل كانت الأهداف إلى حد ما أهداف رمزية ليست بالصورة الضخمة لكن تقيمات العسكرية الإسرائيلية بعد استهداف تل قبيب كان لابد أنها تبقى فيه ضربة وضربة سريعة وضربة لها تأثير مباشر يعني حتى الآن الطرفين في حالة تركب دكتور محمد لما هو قادم أنا في تأدير أن القضية هتبقى مرتبطة بفتح جبهات أخرى متعددة في الفترة المقبلة لجلس نبدأ أطراف أخرى فيه طرف رئيسي اسمه إيران حضرتك هو ده اللي بيوجه كل الوكلاء فيها الإقليم لكن المشكلة بالنسبة للحوسيين مشكلة البحر الأحمر الممرات العربية وجود قوات أجنبية متعددة طبعاً الضربة شاركت فيها بالدعم الولايات المتحدة وبريطانيا وحتى أمس كمان قيل فرنسا فدخلت أطراف عديدة بيدوا دعم لوجيسي ودعم أمني ودعم استخباراتي ودعم معلوماتي فإسرائيل ليست بمفردها هي من قامت القضية إنه الزراعة الطويلة لإسرائيل امتدت إلى الجنوب إلى منطقة البحر الأحمر فبالتالي فيه مخاوف بها دكتور من عسكرة البحر الأحمر وعسكرة الممرات المائية وبالتالي حنشهد ربما سيناريوهات مختلفة الآن الارتدادات الإقليمية لحرب غزة فيه عنوان كبير قوي دكتور إنه كل هذا التطور السلبي في الإقليم بسبب حرب غزة إذا توقفت حرب غزة أنا أعتقد هيكون فيه تصور لتهدئة على المصارات الأخرى سواء حزب الله سواء الفصائل العراقية سواء الفصائل الغير منضبطة في الإقليم ففيه أطراف كثيرة جيوش القطاع الخاص بتعلن عن نفسها في الإقليم خلي بالحضرتك الحوسيين بيقدموا صورة لأنه صورة مختلفة عما يجري لأنه منطقة بعيدة إيلات ميناء تجاري وحرب وقف خارج النطاق الخدمة الآخرين بقى يعمل تكلم فيه عسقلان وأجدود وكل المواني دي ستبقى متأثرة بسرعة أو بأخر لكن إيلات خرج عن العمل بقى لعرحة أيام وخسائر طبعا كبيرة فهيبقى فيه ارتدادات إسرائيل تريد أن تسجل حضورها العسكري في المواجهة مع الحوسيين طيب حريك كنت بتكلمي دكتور بتقول إن هناك مخاوف من عسكرة البحر الأحمر هل حضرتك شايف إن دي تصورات ولا ده واحد من المكاسب الإضافية أو البونس اللي ممكن تحققوا إسرائيل مع أهدفها من الضربة يعني خلينا أعترف حضرتك إسرائيل عندها حاجة اسمها وفرد قوة يعني إيه وفرد قوة فيه قوة خرجت بصورة كبيرة أوي بعد حرب غزة ومحاولة لاستعادة مكانة إسرائيل في الإقليم اللي هيبت إسرائيل والجيش الإسرائيلي أصبح الآن بيعاني من حالة خلل حقيقي والدولة للأمانة تقتضي أن نقول في حالة فوضى في المستوى السياسي ومستوى العسكري وبالتالي ما تشاهدينه الآن هو فيه صراع داخلي لكن فيه اتفاق جمعي على حماية أمن إسرائيل دكتور محمد يعني فيه هدف موضوع حماية أمن إسرائيل لكن الخلافات وهو ما يوحدهم ويوحد الخلافات يوحد ده لكن فيه إطار أن الجمهور الإسرائيلي شايف أن القاضة والنغبة غير قادرة على توفير حماية إسرائيل أنت بتتحدثي عن قيادة مدنية وهذه القيادة صحيح نالها خبرة طويلة ممثلة في نتنياهو لكن المهام والصلاحيات في المستوى السياسي والعسكري ودين عكس على حرب غزة وعلى إدارة المشهد العسكري أنه وموضوع الصفقة وموضوع التهدئة وتفاصيل كثيرة وهي مرتبطة بحالة التجازب داخل إسرائيل في حالة بالفعل فوضى فيه تعينات كثيرة في الجيش الإسرائيلي فيه تغييرات كثيرة في المؤسسة العسكرية كل ده مش وصل لجمهور الإسرائيل جمهور الإسرائيل بيقول نريد أن نحمي سماوات إسرائيل أن المواطن في إسرائيل يحمى بسرعة أو بأخرى هذا لا يتوفر له الحكومة وبالتالي العاصمة نفسها بيتم استهدافها فبالتالي إسرائيل بتخرج حتى ضربة اليمن أو الطائرة المسايرة اليمنية التي استهدافت تل أبيب سقط فيها جندي واحد إسرائيلي من بعدها مباشرة الإسرائيل بترد بضرب ميناء الحديدة وبتشن حملة جوية على اليمن السؤالي لحضرتك فيما يتعلق بالداخل الإسرائيلي وكيف يتعامل مع هذه الأزمة هناك ورقة ضغطة بشدة على الحكومة الإسرائيلية هي ورقة استعادة الرهائل مرة أخرى أو استعادة المحتجزين في قطاع غزة وده رأي العام الإسرائيلي والشارب يضغط بشكل مباشر على حكومة نيتنياه بالأمس نيتنياهو يتحدث أنه سوف يدفع بوفد للتفاوض مرة أخرى للعاصمة القطرية ويتم استعادة المفاوضات ما هي العقبات بوجهة نظر حضرتك لإتمام هذه الصفقة حتى هذه اللحظة يعني شوف دكتور محمد هو إسرائيل تريد صفقة أو لا تريد صفقة إسرائيل تريد صفقة لكن صفقة بشروطة يعني تنياهو حينما يضع علاءات جديدة وقبل الصفر الوفود إلى القاهرة وإلى الدوحة في علامات استفهام كثيرة هل الرجل لديه القدر على هذا هو يشتري الوقت يعني هو يتبع استراتيجية شراء الوقت الهدف الرئيسي فيها أنه يمر ثلاث شهور ونص لغاية انتخابات خمسة نوفمبر المقبل في الولايات المتحدة ويكون لكل حادث حديث خلال ساعات هو هيكون في الولايات المتحدة وبالتالي هيطرح رؤية جديدة الصفقة تتم ربما أنا في تأديري من خلال أسبوعين أو ثلاث أسابيع بعد الزيارة الاعتبارات كثيرة بقى جزء منها متعلق بالمرحلة الأولى هو لا يتحدث عن صفقة شاملة دكتور محمد يعني الحديث عن تنفيذ المقترح الأمريكي بثلاث مراحل من مرحلة أولى في الإفراج عن المحتجزين بالتفاصيل اللي حدقت أعلمها إلى الوصول إلى مشروع الإعمار وبداية المفاوضات عول الدولة ولا يتحدث في هذا الرجل يتحدث في نقطة محددة ربما الوسطاء يحاولون ممارسة أكبر ضغوطات على كل الأطراف لاعتبارات كثيرة يعني الولايات المتحدة انخرطت في الفترة الأخيرة مع الوسيطين المصري وإلى حد ما القطري في التفاصيل نتيجة للتأكد من أن مصر تملك الخبرات المتراكمة فبالتالي تستطيع أن تضغط وتستطيع أن تكون بدورها سلامة وأمن الإقليم ليس مسؤولية إسرائيل ولا مسؤولية الولايات المتحدة مسؤولية الدول المسؤولة الرئيسة في الإقليم وعلى رأسها مصر وبالتالي إحنا نمارس هذا الدور في هذا الإطار فيه إشكالية متعلقة بالجمهور الإسرائيلي أنا عايز أقول له حداجة تقول محمد لازم نحن نتعامل مع إسرائيل نبص للداخل أنت عندك دولتين وشعبين شعب يؤيد وشعب يعارض وشعب يريد التغيير وشعب لا يريد التغيير وإسرائيل إذا لم تتزن الأمور في تأدير الشخصي ستذهب إلى حرب أهلية بصرف النظر عن إتمام صفقة أو غير صفقة لأنه فيه إشكالية متعلقة برؤية الجمهور الإسرائيلي أن الدولة الآن تبحث عن قضية الوجود وليست الحدود يعني قضية وجود الدولة نتنياو بيقول مسألة وجود وليست حدود هو بيتكلم النهاردة حضرتك في إيه وجود الدولة الدولة معرضة للخطر هو بيكلم ده بالمحتجزين بيقول لهم لأسر العائلات يقول لهم الدولة احنا بنعيش لحظة فارقة الدولة في مقابل مجموعة أفراد فبيقدر يسوق ده للجمهور في إسرائيل لكن فيه سوابة وإحنا بتعامل مع إسرائيل لازم ننظر ليها مش إصلاعات رأي بس واحد أنت أمام رأي عام متطرف الشعب الإسرائيلي يريد استمرار الحرب استمرار المواجهة وإذا توقفت الحرب وإذا توقفت المواجهة حيقود ده إسرائيل أو الداخل الإسرائيلي لحرب أهلية زي ما حرارك بتتكلم يمكن يكون لموحدهم الشعور المشترك بالخطر الشعور بالخطر لو حقول لحضرتك يعني نقطة مهمة جدا لشاغل إسرائيل أن تبقى في الإقليم تكمل مئة سنة قفزا على الأيديولوجيا الخاصة بهم النهاردة إسرائيل بتتعرض لاستهداف من جبهات عديدة في الإقليم لأول مرة في تاريخ إسرائيل تتعرض مش لجبهة واحدة دكتور محمد لكل هذه الجبهات وبالتالي فيه إشكالية متعلقة بالتعامل مع الخطر كيف سنتعامل هل باستخدام القوة أو باستخدام السلام هم لديهم مشروعين المشروع الصهيوني النهاردة بتعرض لمخطر حقيقية في سوابة الدولة اللي عاشت في الإقليم أكتر من 75 سنة بتتعرض للخطر إن إسرائيل كانت دولة موجودة في الإقليم عملت عمليات سلام ومشروعات سلام لكن تعرض الآن إلى استهداف كبير يمس بقاء الدولة بقاء الدولة نفسها مرتكزتها وبالتالي هي إسرائيل بتستخدم القوة بهذه الصورة لإعادة تأكيد مكانتها في الإقليم وإنه تعيد هيبتها في الإقليم هذه العيبة طبعا مرتبطة بمكانة إسرائيل في الإقليم إنها الدولة الكبيرة الدولة الصوبر لا أحد يتحدث مثلا عن المشاكل اللي بتواجه إسرائيل دكتور بيكلم على الهجرة المضادة الناس بتخرج من إسرائيل ما فيش أمن ما فيش استقرار القضية النهاردة إن المجتمع كله في حالة من الفوضى نتيجة لكل ما يجري وإن نتنياهو لا يوفر سوى عنصر الأمن بيخرج حارب يؤكد مكانة الدولة من اليمن إلى جبهة لبنان هل هناك قواعد اشتباك جديدة منذ السبع من نوفمبر وحتى الآن هناك قواعد اشتباك محددة في الجبهة اللبنانية بين إسرائيل وحزب الله هل ممكن تتغير سيناريوهات أخرى حديث عن دخول بري حديث عن تطور ما في هذه المنطقة الحدودية ما بين لبنان وإسرائيل هو دكتور محمد قال اشتباك زي ما ذكرت حضرتك الترفين ملتزمين بيها ولا أحد يريد الحرب أو تصعيد أو تغيير قواعد اشتباك بالصورة الأخرى لكن فيه إشكالية هي متعلقة حضرتك بإحتمالات الدخول في مواجهاتك جاء الجميع يراهن على أنه لا دخول لغزة يعني الرهانات الرئيسة في حرب غزة أنه لا توجد كذب فحينما حصل سبع أطوبر دخلت إسرائيل بصورة كبيرة وفرضت قوتها اليوم الرهانة على أنه تبقى فيه قواعد الرشادة ما بين حزب الله وما بين إسرائيل هي موجودة وهناك الطرف الرئيسي في المعادلة هي إيران الولايات المتحدة وإيران فيه اتفائيات بينهم وفيه اتفائيات على ضبط السلوك العسكري والاستراتيجي في هذا إذا خرج هيبقى فيها دكتور سيناريوهات أخرى لكن المواجهة كانت تقع بالخطأ نتيجة ليه ما يجري لأن حزب الله آسلوك ومنضبط وإسرائيل أيضا إلى حد ما لكن المشكلة في إسرائيل أو قد يكون خطأ مقصود في بعض الأحيان قد يتغير قواعد الاشتباك على الأرض وتبنى رؤية أو مقربة جديدة